موسيقى نواب الجمعية الوطنية يصادقون على مشروع خانون خوال رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية التي التقضي بإنشاء المنظمة القرية للتبادل الحرب ورئيس البرلمان يترأس الجلسة وزير الاقتصاد والتقضيط التنمو يوقع مع التعاون السويسري على اتفاق تعاون حول تطوير قطعية ثروة الحيوانية والتعليم بإقليمية البطحة ووادي فيرة كان ذلك بقرور وزير ثروة الحيوانية منذوب الحكومة لدى بلدية انجمينة يعلن الانطلاق الرسمي لامتحانات الشهادة الفنية بشقية التجاري والصناعي البداية كانت من ثانوية التعليم الفني والصناعي مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليكم العرض الرئيسي هذا المساء من الفضائية الشادية الصادق اليوم نواب الجمعية الوطنية على مشروع قانون خويل رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية التي تقضي بإنشاء المنظمة القرية الإفريقية للتبادل الحر المناسبة رئيس الجمعية الوطنية دكتور حرون كابدي بحضور الأمينة العامة للحكومة مريم محمد نور وأمينة الدولة بالخارجية أشتاء صالح دمان حليم السعدي يقول ضمن أهكام المادة 142 من الدستور والمادة 115 من اللائهة الداقلية للجمعية الوطنية جاء اعتماد مشروع قانون يقول رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية التي تقضي بإنشاء المنطقة القرية الإفريقية للتبادل الهر الموقع بتاريخ 21 مارس 2018 في كيغالي العاصمة الرواندية وخصوت نواب الجمعية الوطنية للمشروع بناء 142 والواهد بلا والواهد الآقر لم يصوت بعد الأسئلة الموجهة للوزراء الثلاثة وزيرة تجارة وصناعة والمناجم والهرفة اليدوية يوسف أبا صلى وأمينة الدولة بوزارة الخارجية والتكامل الإفريقي أشتصى لدمان والوزيرة الأمينة الأمة للهكومة المقلفة بالألاقات مع الجمعية الوطنية مريم مهمة نور فقد رد الوزراء الثلاثة على الأسئلة الموجهة إليهم من قبل النواب مؤكدين بأن الاتفاقية التي تغدي بإنشاء المنطقة الخارة الإفريقية للتبادل الهر وقع بتاريخ 21 مارس 2018 في كيغالي بالعاصمة الرواندية أثناء الدورة غير العادية لمؤتمر رؤساء الهكومات لدول الاتهاد الإفريقي من قبل 44 دولة من بينها تشاد وبما أن المصادقة على الاتفاقية تتطلب تهليلا أميقا من قبل النواب وتبقى الإشارة إلى أن تنمية إفريقية تتطلب تكاملا اقتصاديا خويا يتمهور هول التآون الهقيقي والمدؤوم بتنقل الأشخاص وممتلكاتهم وتبادل السلا داقل القارة الإفريقية جوا وبرا وبهرا وفقا لخبراء الاتهاد الإفريقي وقع اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط التنمو عيسى دوبران على اتفاقية تعاون مع التعاون السويسري حول تطوير قطاعي الثروة الحيوانية والتعليم في إقليمية البطحة ووادي فراء بحر الدين عبد الشافر في إطار التعاون المشترك بين البلاد وشركاء التنمية جرت توقيع اتفاقية بين الحكومة والتعاون السويسري وذلك في إطار دعم وتطوير المشاريع التنموية والاقتصادية بغية تحسين ظروف الحياة الاجتماعية وتوفير الأمن الغزائي وهذا الدعم حبارة عن 10 مليار فرنق سيفاء يكون لسالح المنتجين الاقتصاديين في إقليمي البطحة ووادي فراء وعن أهمية دعم هذه المشاريع التنموية أشار مدير التعاون السويسري ولي غراف إلى ضرورة مساندة الحكومة في برامجها الاقتصادية والتربية وتطوير الثروة الانتاجية ورعايتها كاملة لأنها تعد من الضروريات الأساسية من مصادر الدولة وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دوراني هو الآخر ثمن جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية وللإشارة فإن هذين المشروعين تشريف عليهم وزارة الثروة الحيوانية والانتاج الحيواني ووزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة أضمت كل من وزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط مؤتمرا حول الرؤية الاقتصادية لدول إفريقيا جنوب الصحراء كان ذلك بحضور ممثلي البنك العالمي والصندوق النقطة الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة إلى السفيرة الفرنسية لدى البلاد سعدت فليب لاكوست المناسبة جرد بفندق هيلتون محمد طاهر الصالح بهدف مراجعة الرؤية الاقتصادية الاقليمية بدول إفريقيا جنوب الصحراء منها الدول المصدرة للنفط كشاد نموزجا جانع قدر المؤتمر التنويري الذي ضم وزارتي المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط بحضور الشركاء الداعمين كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لمناقشة الأزمة الاقتصادية جنوب الصحراء وكيفية استعادة الدول الإفريقية اقتصادها ممثل صندوق النقد الدولي بشات جان كلود ناشيغا تحدث عن كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية لهذه الدول وثقة لديونها وتداعيات انخفاض أسعار النفط عالميا والآثار السلبية وخفض النتائج للمصارف وعدم قدراتها على القرض من التمويل للمشاريع التجارية أما سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بشاتة السيدة دينيزا إلينا تحدثت عن شروط الاتحاد الأوروبي للقرض وتتمثل في إدارة الموارد المالية وحقوق الإنسان ودولة القانون والإدارة الرشيدة ممثل البنك العالمي بشاتة فرانسوانينغو قال إن الاستثمارات الخاصة في دول السماق تشهد انخفاضا في النمو وعدم تشجيع المستثمرين الأجانب وضخ الأموال البنكية بما فيها الكفاية تماشيا مع البرصات العالمية وذير المالية والميزانية عيسى محمد أبد المحمود أكد التزام الحكومة بالتأحدات واسترجاع القروض التي منحت لشاتة إبان الأزمة الاقتصادية كما تحدث عن الإصلاحات الجزرية في الوزارة بما فيها عمال الضرائب والخزينة والجمارك وإدخال منظومة الشفافية بينما تحدث نظيره وزير الاقتصاد والتخطيط عيسى دوبرانك عن الخطة الوطنية للتنمية وطاولة باريس المستديرة والمشروعات التنموية الطموحة وأكد على ضرورة إدخال الأبحاث العلمية وتشجيع المستثمرين الأجانب وأخيرا تداخل بعض الحضور بمداخلات واستفسارات ساهمت في إيجاد الحلول الاقتصادية والتعامل مع الواقع الاقتصادي بكل شفافية ومهنية وإخراج البلاد من دوامة الأزمة الاقتصادية الراهنة افتتحت مساء أمس وزيرة الإنتاج والري والمعدات الزراعية لدي بيسوندا الصالون الزراعة والموارد الحوانية والمائية وذلك بملعب باريكونغو بالدائرة السادسة ويأتي هذا الصالون بمبادرة من مرضمة الشباب من أجل التنمية وذلك في دورته الأولى شباب فكروا بطريقتهم وضع الأسس التي يمكن أن ينطلقوا منها لبناء مستقبلهم ومن هذا المنطلق راودتهم فكرة تأسيس المبادرة الشبابية من أجل التنمية وهي منظمة غير حكومية تختص بطرخ أفكار من شأنها ترقية حياة الشباب وكيفية ترجمة هذه الأفكار عمليا وقد بدأ نشاط هؤلاء الشباب بتنظيم صالون الزراع والموارد الحيوانية والمائية وعبارة عن معرض لبعض المنتجات المستخلصة من المحاصيل الزراعية وبعض النباتات الأخرى بالإضافة إلى تحويل مشتاقات الثروة الحيوانية والمائية إلى مواد استهلاكية غذائيا وأخرى للتداوي بطريقة تقليدية مستحدثة وزيرة الإنتاج والري والمعادات الزراعية لديبيا سمدة أشادت بهذه البادرة رغم توضعها مؤكدة أن هذه الخطوة ستشجع الشباب الذين هاجروا الريف اعتقادا منهم أن المدن هي أفضل مصير لمستقبلهم بالعودة إلى قراهم من أجل استثمار طاقاتهم في النشاط الزراعي حتى لا تتسع أحزمة الفقر في أوساط الشباب في ظل تزايد أعداد العطلين عن العمل كما أكدت أن الحكومة ستدعم مثل هذه المبادرات وأشارت إلى أن وزارتها وضعت برنامجا طموحا لتطوير زراعة الفور السوداني والسمسم والقطن والخضروات بمختلف أنواعها بهدف تأمين الاكتفاء الذاتي وتصدير هذه المحاصيل لتدر بعيدات مالية تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وأخيرا زارت الوزيرة المعرض وتابعت شروحات عن كيفية تحويل هذه المواد وشجعت القائمين على هذا العمل ودعت في الوقت نفسه الشركاء إلى دعم هذا الصالون حتى يتوسع ويشمل كل مناطق البلاد الأخرى كما دعت هؤلاء الشباب إلى طرح أفكار وابتكارات إبداعية في أعمال المنتظى الوطني للشباب المزمع عقده في شهر سبتمبر من هذا العام أما ترأست اليوم وزيرة الإنتاج والريو المعدات الزراعية لدي بياسوندا أعمال الورشة الخاصة بالمعهدات الدولية والإقليمية حول القطاع الزراعي المناسبة يرد بمركز سيفوت تقرير فتح يوسف وقراءة خليل حظون صالح نظراً لاهتمام الحكومة المتزايد لتطوير القطاع الزراعي نظمت وزارة الإنتاج والريو المعدات الزراعية لقاء تفاكرياً تسعى من خلاله للنظر في مسألة المعاهدات الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ مشاريع التنمية في كات ومدى تأثيرها في التنمية الزراعية وجاء ذلك تزامناً مع الخطة الوطنية للتنمية حيث بادر المشاركون بتحليل المعاهدات لمعرفة مدى مطابقتها للسياسة الوطنية في كات محاولين البحث لإيجاد طرق واضحة لإزالة العوائق وتسهيل الطرق لتنفيذ المشاريع الزراعية في كات وزيرة الإنتاج والريو المعدات الزراعية لديبيا سمدا تحدثت عن الأهمية القصوى للزراعة ودورها الفعال في تنمية البلد مطالبة من المشاركين النظر إلى المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمت مع الشركاء وأخذها بعين الاعتبار ووضع الخطط الملائمة وتطبيقها بالطريقة الإيجابية هذا اللقاء التفاكري يدل بصورة واضحة على اهتمام الحكومة بتنمية الزراعة باعتبارها الركيز الهام لإنعاش اقتصاد البلد والعمل من أجل النهوض بالمشاريع الزراعية لتوسيع دائرة الإنتاج بهدف الوصول إلى الأمن الغزائي وتصدير المحاصيل الزراعية إلى خارج البلاد لتحقيق مكاسب مالية من شأنها تطوير الاقتصاد الوطني ستتابعون في نهاية هذه النشر قرارات عدد من المراسيم الرئاسية التي وصلتنا للتوقام اليوم وزير البترول والطاقة بوكر ميشيل بزيارة تفقدية لمصفات الجرمية وذلك بهدف الوقوف على سير العمل بالمصفة ومعرفة المشاكل والصعوبات التي تواجهها وكان في استقبال المدير المصفة ونائبي بجانب العمال أحمد ياسين أبطرح في زيارة تعد هي الأولى له منذ توليه حقيبة وزارة البترول والطاقة الوزير بوكر ميشيل ومعاونيه حلوا زوارا على مصفة الجرمية في زيارة عمل استقرقت ثلاث ساعات التقى خلالها بالمدير العام للمصفة شيزيون ونائبه سعيد إدريسا ديبيتنو والطاقم الإداري والفنيين بمختلف الأقسام لمعرفة الصعوبات والإشكاليات ومدى التعاون القائم بين الجانب الصيني والشادي كما تعرف الوزير بوكر ميشيل خلال زيارة الميدانية على مجسم المصفة بجانب تفقد أقسام المراقبة ووحدات التحكم التابعة لقسم الإنتاج وغرفة إنتاج وتوزيع الكهرباء التي تمد العاصمة جمنة وأيضا القسم التجاري الخاص بالمواد المنتجة كالديزل والجازولين والبنزين والكيروزين والغاز أرغبت أن يتوزيع الكهرباء التي تمد العاصمة جميع المميزين والجازولين والجازولين والمشهولين التي تمد عددها لتبع العاصمة الجزولين والمشهولين التي تمد عددها في كثير من نشهولين مجمال يتصل Congress uh... ...قفة إحتgua من حلقة الشelطان ...مجمال الحلقة إلى الفيديو ...الحفير فنصر الوسط ...مجمال الحلقة ١مكا ...حلقة مجموعة ...سيءًا ...ان المسكوة من الحلقة ...نطول المقابل ...اللاقبان هذه الصالة تعد واحدة من صالات المحهد العالي للبترول والذي قيد الإنشاء والبناء بمدينة ماو بإقليم كانم ويدرس طلابه الآن بمصفات الجرامية لحين انتهائه وأنهى الوزير بكر ميشيل زيارته لمصفات الجرامية بالوقوف على قسم الشحن والتعبئة للمواد المنتجة بشكل نهائي أعلن اليوم مندوبة الحكومة لدى بلدية مدينة انجمينة دقوية عقوبة امتحانات الشهادة الفنية بشقيها التجاري والصناعي كان ذلك بثانوية التعليم الفني والصناعي بحضور مندوبة التربية بمدينة انجمينة بجانب عمدة بلدية الدائرة الثالثة السامي ميشيل تقرير محمود مسرفي بدأت بالفعل امتحانات مسابقة الدخول إلى مستوى التعليم الثانوي الفني بشقيه التجاري والصناعي دورة يونيو 2018 وذلك بكافة الأراضي الوطنية وعليه فقد أطلق مندوبة الحكومة لدى بلدية انجمينة الدقوية عقوبة عملية الامتحانات في كل من ثانوية التعليم الفني الصناعي والثانوية الفنية التجارية وبهذه المناسبة فقد تحدث مندوبة التربية الوطنية والشباب والرياضة بمدينة انجمينة دونغوس أبراي عن أهمية التعليم الفني والدور الذي يلعبه خرجو هذه المدارس المهنية في المجتمع طالبا من المترشحين التركيز التام والهدوء في داخل الصلاة واحترام ضوابط الامتحانات من أجل تسييرها بالصورة المطلوبة منذوب الحكومة لدى بلدية انجمينة الدقوية عقوبة بعيد إطلاقه لامتحانات صرح لصحفة بالتالي وننوه إلى أن عدد التلاميذ الذين جلسوا لامتحانات مسابقة الدخول إلى مستوى التعليم الثانوي الفني بمدينة انجمينة هذا العام يصل عددهم إلى 1067 مترشحا 829 من البنين و238 من البنات بكل القسمين العربي والفرنسي وتستمر الامتحاناته ليوم كامل عقد اليوم السفير السيداني لدى البلاد سعدة عبد العزيز حسن صالح عقد مؤتمر صحفيا تحدث فيه عن الاتفاق الذي وقع في 27 من الشهر الحالي بالعاصمة السودانية الخرطوم من أجل إيجاد حل للأزمة القائمة بين الفرقاء في دولة جنوب السودان كان ذلك بحضور الرئيس سيلفا كير ونائبي السابق رياك مشار وبرعاية كريمة من الرئيس السوداني المشير هو مرحسن أحمد البشير أحمد عدم ومزيد من التفاصيل طمر الصحف الذي عقدته سفارة جمهورية السودان بيشاد وتحدث فيه السفير عبد العزيز حسن صالح تمحور حول إعلان الخرطوم عن الاتفاق بين أطراف النزاع في جمهورية جنوب السودان وما سبق هذا الاتفاق والمراهل المستقبلية السفير تحدث أولا عن وساطة جمهورية السودان والتكليف دول منظمة الإيقاد في شخص الرئيس السوداني عمر حسن البشير للم الفرقاء في جنوب السودان وإيجاد مخرج لهم من الأزمة التي أسفت ببلادهم منذ انفصالها عن السودان سودان الرئيس عمر البشير والأجهزة المعنية كافة سواء كانت في مراتة والغواتة المسلحة الغرض والهدف منه أن يكون اتفاق يحقق الأمن والاستغرار والسلام في دولة جنوب السودان لأن تحقيق الأمن والاستغرار في دولة جنوب السودان ينعكس إجابا على السودان وعلى الإغليم وعندما ينعدم الأمن والاستغرار والسلام يكون الأسر سالب السودان دائما في مساعيه يصفر المشاكل يكون زيروا صراعات زيروا حروب زيروا نزاعات لأنه أي صراع أي نزاع أكيد إنعكاساته سالبة بتكون وخيمة والآن العالم كله يسعى للتحقيق الأمن والاستغرار حتى يتحقق التنمية المستدامة للمواطنين لأنه بدون سلام بدون أمن بدون استغرار ما يتحقق تنمية ننور الرأي العامة في تشاد بهذه المبادرة التي غادى الرئيس البشير والسودان تحت مظلط الإقاذ إعلان الخرطوم هو إطار تضمن عدة نقاط أبرزها وقف إطلاق النار والتوحيد أجهزة القوات المسلحة وسن فترة اتغالية لترتيب إجراءات انتخابات رئاسية تشارك فيها كل الفئات السعي لتحسين البناء التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين بدولة جنوب السودان ونشر قوات تابعة للاتحاد الأفريقي ونقاط أخرى تساهم في إيجاد حل لهذه الدولة التي مزقتها الحرب دولة السودان وعبر سفيرها تسعى لتضافر جهود القادة الأفريق أبرزهم رئيس جمهورية شاد إدريس دبي إتنو الذي يسعى دوما لأن يستطب الأمن والسلام في القر نحن نسق إن شاد غيادة من فخامة الرئيس إدريس دبي إتنو وحكومته والشعب الشادي كله سوف يساند هذا الاتفاق وأكيد الأجهزة الإعلام سوف يساند هذا الاتفاق الذي تم يماركوه ويرحب به المؤتمر الصحفي الذي استمره لقرابة الساعة والنصف الساعة تخللته أسئلة من الصحافة العامة والخاصة ولم تغب أن أسئلتهم ضمانات حاز الاتفاق ووضع اللاجئين ومسألة جمع الأسئلة هيث رد عليها السفير بشفافية موضحا إلى أن بلاده لعبت وما زالت تلعب دورا في إيجاد حل بصفة نهائية لمشكلة جنوب السودان مع مشاركة المجتمع الدولي الذي ودع الثقة فيها وفي رئيسها بهكم التاريخ والجغرافية والتداخل الاجتماعي والعرق المشترك عقد حاكم أندي غرب كيدا لينوس حميدي اجتماعا ضم المسؤولين الإدارين والعسكريين وممثلاء المنظمات العاملة بالإقليم بهدف وضع خطط استراتيجيات كفيلة بالاستفادة من المعالم والطبيعة الجغرافية التي يمتاز بها الإقليم حسن جد عمر إن الاستفادة من المعالم والطبيعة الجغرافية التي تتميز بها منطقة إنيدي غرب من واحات ومواقع سياحية وموارد أخرى هو الحدف الرئيسي من هذا الاجتماع الذي ترأسه هاكم الإقليم كيدا لينوس حميدي اجتماعا ضم المسؤولين الإداريين والعسكريين وممثلين المنظمات غير الحكومية النشطة بالمنطقة سيما المعنيين بالقطاع البيئي حيث أن هذا الاجتماع الذي حضره العمين العام لوزارة البيئة المياه والصيد أوليفي كيمتوسعيد والمدير العام لوزارة التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية نتشو أبو جاء بغرض إطلاق خطة عمل تتطلق مشاركة الجميع من أجل الحفاظ على المناطق الثراثية وعليه فقد أحيلت عملية تنظيم جميع أنشطة معالم إنيدي غرب إلى منصمة أفريكان بارك التي تقوم بدور المسؤول الأول عن تلك المناطق والتي من اللازم الحفاظ عليها والاستفادة من خيراتها كما جاء في خطاب حاكم إقليم إنيدي الغرب كيدل يونيس حامدي أثناء ترأسه لهذا الاجتماع الذي احتضنته مدينة فدى حاضرة الإقليم وعلى هامش هذا الاجتماع قام الحاكم وبمعيته بعض من المواطنين بزيارة تفقدية إلى بعض المواقع ذات المعالم الأثرية التي يزخر بها إقليم إنيدي الغرب زار حاكم السلامات محمية زاكوما بغرض الوقوف على مختلف الجوانب التاريخية ومكوناته المختلفة وكان برفقة الحاكم في هذه الزيارة بعض من الفنينة ومدير المحمية بجانب المندوبة الإقليمي للبيئة تقرير زينب أحمد أبطالة في إطار اتصالاته في مختلف أقسام الخدمات الشبه حكومية زار حاكم إقليم السلامات على عقيد إسحاق مالوم جاموس محمية زاكوما حيث كان في استقباله عند نزوله من الطائرة مدير المحمية الوطنية لزاكوما برفقة المندوب الإقليمي للبيئة يعقب أبو بكر هذا وقد شاهد حاكم إقليم السلامات ولفض المرافق له عارض فيلم عن محمية زاكوما وعقب ذلك استمع إلى شرح من نائب مدير زاكوما السيد بابكر مطر بريمي الذي تناول الجانب التاريكي للمحمية والصعوبات التي تعانيها زاكوما وكما أشار إلى حالة السكان الذين حول زاكوما إذ يتصرفون تصرفات غير قانونية اتجاه المحمية المتماثلة في الصيد وأحداث مشاكل لرجال المحمية ومنذ عام 2012 مشروع أبي إن الذي يدين محمية زاكوما بأسلوب مهني منذ أن أدى إلى الحفاظ على الفيلة ومنذ عام 2013 المنظمة غير حكومية أفريكي براس التي آمنت إدارين المحمية وشكلت هيئة رقابية ومن جانبي حاكم إقليم السلامات أعرب عن عمق امتنانه اتجاه تطبيق التوجيهات فخامت رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في محمية زاكوما ونشير كل حكام في أقاليم السلامات يقومون بزيارات ميدانية إلى محمية زاكوما لتقديم توجيهات للرجال المحمية جرت اليوم بمركز الدراسات وتدريب من أجل التنمية ختام عمال الورشة التدريبية حول سياغة الأحكام القانونية لموثلي الجمعيات المجتمع المدني وذلك بعادة النظر في بعض القوانين داخل هذه الجمعية التقرير فاطمة داودة المتابعة سريان الأحكام القانونية من قبل محكمة البلاد وإنشاء آلية رصد لتحديد وتقييم النصوص القانونية هي أهم النتائج والتوصيات التي خلصت منها الورشة التدريبية حول بناء وسياغة الأحكام القانونية فخلال ثلاثة أيام ناقش المشاركون القانونيون الذين جاءوا من مختلف جمعيات المجتمع المدني عن كيفية فنون تحرير الأحكام القانونية وإعادة النظر في بعض القوانين السائدة داخل جمعيات المجتمع المدني في كلمة الختامية لهذه الورشة المدير العام لمركز البحوث والدراسات من أجل التنمية سيفوت إيفي جوفان كامجا أعرب عن مدى أهمية هذه الدورة في تنوير عقول المشاركين وإلمامهم ببعض القوانين والأحكام السائدة المتعامل بها داخل جمعيات المجتمع المدني مقدما شكره للشركاء المانحين لقطاع التنمية على دعمهم لتنظيم مثل هذه الورش وفي نهاية المناسبة منحت شهادات تكريمية للمشاركين من قبل مركز البحوث والدراسات من أجل التنمية انطلقت اليوم أعمال دورة ميزانية بلدية الدائرة الثالثة حيث ناشد عمدة الدائرة سيد سامي ميشو ميشيل الحكومة والشركاء الوقوفة مع البلدية بغية تنفيذ البرامج التي وضعتها هذا العام عارون أباد من أجل مراجعة ميزانية بلدية الدائرة الثالثة فإن المجلس البلدي أعقد هذه الدورة الثانوية وذلك لمعرفة أسباب العجز المالي الذي تعاني منه إدارة البلدية كما أن الشح الموارد التي ترتكز على الإيرادات هو السبب في الانكماش الاقتصادي لصندوق البلدية وقد افتتح الجلسة المندوب الإداري لدى بلدية الدائرة الثالثة جدين حسين الذي حث المشاركون على النقاش الهادف والبناء وإبراز روح التضامن من أجل الخروج بنتائج إيجابية يمكن أن تساهم في خدمة مواطني الدائرة من ناحيته عمضة بلدية الدائرة الثالثة ميشو سامي ميشيل فقد أوضح أن التأثيرات السالبة للأزمة الاقتصادية كانت واضحة في المؤسسة التي يديرها هذه الدورة ستراجع كل النقاط الهم والمتعلقة بالنفقات والإرادات للبلدية وضبط الميزانية مع فرض اختياطات الزيادة أو النقصان التي تتجاوز التوقعات وذلك بهدف أن تلعب البلدية دورها الأساسي نظم مساء أمس مناضلوء الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم شريبة جرمي احتفالا بمناسبة تعيين الدكتور عبدالقادر أباكر أدم عضوا في المكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ المناسبة ترأس الأمين العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بشريبة جرمي كادر صالح كان محمد حسن أدم هكذا استهلت مناسبة الاحتفال بتعيين الدكتور عبدالقادر أباكر أدم عضوا في المكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ وذلك بهدف تقديم الشكر والعرفان للرئيس المؤسس للحزب إدريس ديبي إتنو أيس بدأت المداخلات بكلمة رئيس اللجنة المنظمة للحفل أدم كامبيس الذي رحب بالحضور على تلبيتهم الدأوة وتلتها كلمة رئيس لجنة التفكير محمد إدريس الذي وصف هذه المناسبة بالتاريخية كما حث المناضلين على التمسك بالمبادئ السياسية للحزب وكذا الاستعداد للمراحل الانتخابية المقبلة الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم شاريبا جرمي كادر صالح كنا في كلمته بهذه المناسبة قال إن هذه الاحتفالية تعتبر الانطلاق الرسمية للحملات التوعوية والإخبارية على مستوى الإقليم كما شكر المحتفى به الدكتور أبد القادر أب بكر آدم جميع ابناء الإقليم وطلب منهم الوقوف بجانبه من عجل إنجاه المهمة التي أوكلت إليه نعمل معا جميعا لأجل تحقيق مصلحة الهزد والإقليم والميليتان وما نحن في اليوم من فن الحوار السياسي هي من المكتسبات الوطنية الحامة يجب الإيمان بها والعمل والتحقيقها هزاوة تخللت المناسبة أغاني ورقصات شعبية رياضيا خسير آخر فريق إفريقي وهو فريق السنغال أمام كولومبيا بهدف مقابل هدف مقابل لا شيء وذلك وداعا للفرق الإفريقي التي شاركت في مونديال روسيا هذا العام خسارة المنتخب السنغالي أمام منتخب كولومبيا لم تكن السبب الوحيد لمغادرة أحفاد ماني لمونديال روسيا لهذا العام نظرا للنتيجة التي انتهت بها مباراة المنتخب الياباني أمام منتخب بولونيا حيث وضعت هذه النتيجة المنتخباني في نفس المرتبة من حيث النقاط وكاد الأهداف المسجلة إلا أن قوانين كرة القدم لها طرق خاصة في تأهل المنتخب على الآخر وذلك للنظر إلى البداقات الحمراء والصفراء التي تلقاها اللاعبون مما سمح ذلك لتأهل المنتخب الياباني دون منتخب السنغال إلى ثم النهائي كأس العالم مغادرة لم تكن متوقعة لمشجعي القارة السمراء الذين وضعوا ثقتهم في المنتخب السنغالي وبعد خروج المنتخبات الإفريقية الأخرى من مونديال منذ المباريات الثانية من دوري المجموعات كمنتخب مصر ومنتخب مغرب ومنتخب نيجيريا الذي خسر مباراته قبل يومين وبهذا توضع جميع المنتخبات الإفريقية المشاركة في مونديال روسيا لهذا العام وخيبت آمال شعوب القارة الإفريقية مرسوم رئاسي رقم 1402 باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والمهجر يصدر المرسوم الآتي المد الأولى عين السيد عثمان جدة موسى سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية شات لدى جمهورية غينة الاستوائية مع إقامة بمالابو خلفا للسيد انغاريانا جاكبين هاري الذي استدعيه لشغل وظيفة أخرى المدى الثانية يستفيد المعاني من جميع الحقوق المنصوص عليها في المرسوم رقم 570 الصادر بتاريخ 23 أبريل 2017 المسكور على هريرف جمينا في 29 يوليو 2018 توقي رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو مرسوم رئاسي رقم 1403 باحتراهم من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريق والتعاون الدول للمهجر يصدر المرسوم الآتي المد الأولى عين السيد الأمين الدودو عبدالله سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية شات لدى جمهورية مصر العربية مع إقامة بالقاهرة خلفا لسيد حسن أدم أجي الذي استدعيه لشغل وظيفة أخرى المدى الثانية استفيد المعني من جميع الحقوق المنصوص عليها في المرسوم رقم 570 الصادر بالتاريخ 23 أبريل 2012 المسكور على توقي رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو في 29 يونيو 2018 مرسوم رئاسي رقم 1404 المدى الأولى تم تعيين الشخصيات الأتي أسباؤهم في مناصب المسئولية التالية بسلطة تنظيم العطاءات العامة المشتريات العامة مدير التنظيم السيد مادينغار مقون كوادينغار مدير التدريب السيد فيصل محمد دوتوم مدير الإحصاء والإعلام السيد محمد كبير أبض الله المادة الثالثة يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية هرر رفين جمينا في 29 من يونيو 2018 توقي رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو بهذه المرسوم مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة إلى الآن اشتركوا في القناة